الصلابة الداخلية عند الأطفال هو موضوع فقرة ابنك تربيتك ومع المدربة أنيسة الشريف مدربة والدية واعية ومؤسسة تنشئة رح نحكي كيف ممكن نطور الصلابة الداخلية عند أطفالنا وكيف ممكن نجعلهم أكثر قدرة على مواجهة العوائق وتحديات الحياة أهلا وسهلا فيكي مدام أنيسة منورتيني أهلا وسهلا فيكي سعيدة جدا بلقائك شكرا أهلا فيكي حديثنا اليوم الصلابة الداخلية شو المقصود فيها؟ هذا السؤال هو أول سؤال دائما مسألة لما ندرب في ورش عمل الصلابة الداخلية نحن عندنا مفهوم أحيانا أن الصلابة الداخلية لما نتكلم عن صلابة أنه هي القوة والقسوة وترتبط كلمة الصلابة بكلمات من هذا النوع نعم لكن في الحقيقة هي أكثر ارتباطا بكلمة المرونة خليني أعطيك مثال أنا لما عندي شجرة وفيها أغصان قاسية ولما تهب عليها رياح شديدة فالأغصان الناشفة رح تتكسر بفعل الهواء لأنه ما عندها القابلية للانحناء الأغصان الغضة واللي فيها مرونة رح تنحني مع الهواء رح تعدي عليها الرياح القوية ورح ترجع توقف في مكانها مرة أخرى بهذا المعنى إذن أنا عندي الحبل مثلا هو أكثر مرونة من الغصن الجاف لأنه عند القابلية للانثناء لكن عندما أفتحه يرجع لحالة الأولى مرة أخرى فإذن نحن لما نتكلم عن الصلابة دائما نتكلم عن المرونة بمعنى القدرة على التعافي من المواقف الصعبة أنه المواقف الصعبة ما تكسرني وما تخليني أصير أسوأ وأكثر حزنا وتنتهي حياتي لأنه أنا أتعرف لشيء صعب بالعكس المواقف الصعبة تزيد من قوتي وأرجع أتجاوزها وأنا أقوى من ما كنت قبلها صراحة الموضوع جدا مهم ولكن السؤال هون أنه كيف ممكن نطور الصلابة الداخلية عند أطفالنا شوفي كل إنسان ينولد وهو عنده القابلية لأنه يكون صلب من الداخل وعنده مقومات الصلابة الداخلية بشكل فطري جهازنا العصبي مصمم مخنا مصمم أنه نحن نقدر نتجاوز المواقف الصعبة ويعني خنقول نطلع منها أقوى لكن وإحنا نكبر أحيانا نفقد هذه القدرة لأنه البيئات اللي نتربى فيها ما تكون دائمة وما تشجعنا أنه ننمي القدرات الفطرية اللي هي أصلا موجودة ومخلوقة الله عظانا إياها من البداية نحن اليوم الأبحاث تقولنا أنه علشان نحن نشجع الأطفال أو حتى الكبار علشان نقدر يكون عندنا صلابة داخلية نحن في بيئاتنا محتاجين ثلاثة أشياء أول شيء علاقات قائمة على المحبة والثقة ثاني شيء مجتمع داعم والثالث شيء هو قدوة أو مثل ما يسمونه بالانجليزي رول مودل يعني أنا كطفل أو خلي أقول من وجهة نظر الأم إذا أنا أم أو أب أبغي أشجع الصلابة الداخلية عند أطفالي لازم أنميها في نفسي أول ما في أي طريق آخر إذا أنا ما أتمتع فيها إذا أنا ما قادر أطلع من المواقف الصعبة بشكل سلس وإيجابي وأكون أقوى هما ما راح يكون جدامهم قدوة يتعلمون منها لأن هذه الأشياء ما يتم التعلم أو تعلمها عن طريق أني أنا أقول كلام أنه لا يجب أن تكون قوي بالضبط هو يشوفني أنا أم أو أبو كيف أتعامل مع المواقف الصعبة هل أنهار هل أنكسر ولا أنا لا أكون واثقة وأتعامل مع مشاعري بشكل صحي وسليم وإني أكون واثقة مو معناته أني أنا أكبت مشاعري لازم أتصالح مع مشاعر الحزن والخوف والقلق الصلابة والقوة ما تعني عدم وجود الخوف عدم وجود القلق خلينا أعطيك مثال على هذا الشي لو أنا اليوم عندي شخصين شخص ما عنده فوبيا من الثعابين وشخص آخر عنده فوبيا من الثعابين ومعروف أنه الناس اللي عندهم فوبيا ما يقدرون حتى ينظرون لصورة فيها الشيء اللي هو عندهم فوبيا يعني مثلاً إذا عطيتهم صورة فيها ثعبان ما راح يقدرون ينظرون لصورة فيها ثعبان وعطيتها لشخص ما عنده فوبيا ومسكها منو فيهم الشخص الشجاع اللي عنده فوبيا لأنه هذا الشخص اللي ما عنده فوبيا ما عنده مشكلة أصلاً ما عنده مشكلة فصورة الثعبان هذه ما تشكل أي تحدي فأنا ما قدر أقول عليه شجاع الشخص الآخر اللي عنده خوف ومع ذلك تجاوز خوفه ومسك الصورة هو الشجاع إذن الصلابة ما تعني أني أنا ما أحس بالخوف ما تعني أني أنا أكتم مشاعري لا تعني أني أتعامل معها بشكل صحيح أواجهها أفرغها بشكل صحيح إذا أنا حزينة أعطي نفسي مساحة أني أحزن الحزن هذا بيأخذ مدى وراح ينتهي لكن إذا أنا خطأت المشاعر وقعت أقول لا أنا ما لازم أحزن أنا لازم أكون ممتنة للأشياء اللي عندي في حياتي صح أنا لازم أكون ممتنة لكن الحزن شعور طبيعي هذا الشيء لازم أتقبله الإحساس بالخوف والإحساس بالقلق لازم أتقبل مشاعرنا في الحدود الطبيعي مؤسس محلها أعطيها مجالة تطلع لما الطفل يشوف هذا الشيء جدام بالقدوة هو يتعلم أنه مشاعر أيضاً هي مشاعر طبيعية فإذا أنا خفت مو معنات أني أنا إنسان فاشل لا بس لازم أدور على طرق أتجاوز فبهذا المعنى القدوة الشيء الآخر هي المصادر المصادر المجتمعية مجتمعي كله لازم دائماً يتعامل معي بإحترام وبتقدير ويساعدني أني أتجاوز هذه المشاعر الصعبة فإذا أنا كأم أو كأب ما عندي مساندة في مجتمعي أنا ما راح أقدر أتخلص من مشاعري غالباً راح أطلعها على أولادي وبالنسبة للأولاد إذا هم المجتمع الأكبر خارج البيت غير داعم المدرسة غير داعمة المجتمع الأصدقاء أيضاً أنا كأم لازم أبدل مجهود أكثر أني أنا أعطيهم علاقات محبة وقدوة كيف أتعامل مع الموضوع لأن أنا ما عندي عامل مهم من العوامل الثلاثة اللي تبني شخصية الطفل الجزء الثالث أو النقطة الثالثة واللي هي دايماً يصير فيها لغض موضوع العلاقات المحبة إحنا نتخيل أو أحياناً نتخيل أنه أنا علشان أخلي ابني أو بنتي يطمعون أقوياء ولأن العالم بالرعي خوف ومخيف لازم أتعامل معهم بقسوة داخل البيت وهذا عكس تماماً اللي أنا لازم أتسويه أنا في البيت بالعكس الطفل اللي يحصن حب واحترام ويتم استيعابه واحتواءه بمحبة لما يطلع للعالم الخارجي ويكون عنده مشاكل وظروف صعبة عنده مخزون يسحب منه ما رح تكسر هاي المشاكل لأنه يعرف أنه رح يرجع لأمان البيت لأمان علاقته مع أمه وأبوه يعني أنا وفقه رائع إذا في حال مر بمرحلة صعبة تماماً لازم نفرق بين المشاعر والسلوك المشاعر في قاموسنا قاموس التنشيع بالتواصل مسموحة كل أنواع المشاعر وغالباً المشاعر ما بتكلم بتكون فطرية طبيعية طفل اللي عم بيحسب مشاعر فأنا ما حخطأه أبداً ما لازم أخطأه بالعكس أنا طريقتي في مساعدته لتجاوز هذه المشاعر هي أني أنا أقول له إحساسك سليم أنت حاسب هذا الإحساس تمام شو نسوي بعدين كيف نتعامل الحين كيف نخلي هاي المشاعر ما تأثر علينا لكن إذا أنا ما حسست أني أنا فاهمت أنه ما رح يتقبل مني شيء نحن عندنا قاعدة في التربية الواعية هي يعني أول شيء تواصل بعدين صحح أو علم إذا أنا أي إنسان فينا إذا أنا إنسان ما أثق فيه وما أحبه وأحس أنه هو مش فاهمني ما رح أتقبل مني النصيحة لكن لما يحسسني أنه هو فاهمني وهو متعاطف معايا وحاسب اللي أنا أمر فيه بعد ما نخلق هذا الكونيكشن بعد ما نخلق هذا التواصل ونخلق هذه التقابينا في العلاقة هذا الإنسان رح يتقبل مني مثل علاقة الطبيب والمريد تماماً إذا فهم الطبيب والمريد فهو رح يبدأ بالعلاج في أي علاقة في الدنيا نحن بشر ونحن مهم عنا العلاقات هذه مبرمجة في جهازنا العصبي وفي مخنا لازم قبل ما أنا أتقبل مني أي شيء لازم أحس بالثقة التجاهج لازم أحس أنه أنت تحبيني فإذا أنا ما وفرت هذا الشيء ونحن دائماً نقع في هذا المطبكة أمهات وآباء نقول إحنا يعرفون أولادنا أنه نحن نحبهم إحنا نقولهم هالكلام من حب إحنا نحبهم صح بس هذا ما يعني أنهم يعرفون بالضرورة أحياناً ما يعرفون وأحياناً طريقة المسجد أو الرسائل اللي نعطيها طريقة التعبير ما بتوصل السماء ما توصلهم أبداً والعكس يوصل شيء معاكس تماماً للي نحن كنا نقصده فضروري أنه نحن ننتبه في علاقتنا مع أولادنا لهذا الشيء حبنا لهم ورغبتنا في أنهما يبنون شخصيات قوية ما تعني أبداً تجاهل مشاعرهم بالعكس كل ما حبيناهم أكثر وتفهمناهم أكثر راح نمي قدراتهم الذاتية على الصلابة الداخلية جداً سعد بلقائك أستاذي أنيسة الشريف نورتيني صراحة وحديث معك جداً ممتع شكراً لك يا دياري أهلاً بيكي متابعينا خليكم مكملين معنا راح نروح لفقرة منا وفينا اشتركوا في القناة